اشتركوا في القناة اه 2016 هذا الهاتف كما ترون يطلب قفل الشبكة يريد رقم لفك الشبكة ولتعملها جميع الشبكات نعم الآن سوف نرى كيفية فك الشبكة عن طريق بوكس هذه البوكس العملاقة الآن سوف تقوم بفتح الشبكة عن طريق قراءة الاكواد فقط كما ترون اصدار الاندرويد خمسة واحد واحد نقوم بالضغط سبع مرة على يعني رقم الاصدار ثم سوف نقوم لتنشيط خيار المطورين ثم سوف نقوم باولا سوف نقوم بتنشيطه وتنشيط نعم من هنا سوف نقوم بربط الهاتف بالحاسوب عن طريق كيبل يوسبي بعد ذلك سوف ننتظر الى حين تعرف التام للحاسوب على الهاتف ثم سوف ننتقل بعكم الى واجهة زيتوري اكس نحن معكم الآن على واجهة زيتوري اكس نعم سوف نختار الآن الموديل من هنا ثم سوف نضغط مرتين هنا لتوجه مباشرة لاختياره او لاختيار بضغطة واحدة ثم نختار ان لوك نعم سنتوجه الى ان لوك من هنا ثم سوف نقوم كما رأيتم بقراءة الاشياء الجانبية ثم سوف نضغط على الريد كود هنا اه لقراءة الاكواد نضغط على آآ كود او سوف نضغط على ان لوك للفتح المباشر وآآ من هنا اه احسن طريقة واسلم طريقة وانجحها وللامان ولا خوف على الهاتف من آآ اي آآ مساس او اي ضرر آآ يحبد ان تكون طريقة آآ فتح الشبكة عن طريق الاكواد لذا سوف نقوم بقراءة الاكواد التي يمكن آآ من خلال فتح الشبكة للهاتف آآ سامسونج جي تري آآ الفين سساس عشر وبذلك نكون نتجاوز من منطقة الخطر التي نقوم بآآ فتح الشبكة مباشرة سوف ننتظر الى حين آآ وصول التحميل الى مئة في المئة كما ترون تقدم آآ شبه باطئ ننتظر الى حين انتهاء العملية وهكذا سوف يكون آآ الارقام بين ايدينا سوف آآ نعيد التشغيل الهاتف بعد ذلك سوف ندخل الارقام ومبروك علينا الهاتف تم فتح الشبكة بكل امان ويسر يعني في الحقيقة بعد آآ بعض المرات عندما تكون آآ فتح مباشرة سيقول احد ما سافتحه مباشرة بدون هذه العمليات لكن هذه الهواتف الحديثة قد تطرأ فيها بعض المشاكل فبعد مرور مدة زمنية قد تعود لفقدان الشبكة او فقدان الايمي او غيرها من المشاكل آآ من الاحسن ان تقوم بها العملية. انا اؤكدها و اكررها من الافضل القيام بقراءة الاكواد مادامت متوفرة لديك. نعم كما رأيتم الان تم استخراج الاكواد التي سوف نحتاجها الان الى لقراءة او لادخالها لحتى ان يتم فتح الشبكة لهذا الهاتف. سوف نقوم التنقل الان الى الهاتف لنعاين كيفية ادخال الارقام الان. نعم هذه الارقام المكتوب امام النات لوك هي التي سوف نحتاجها بالضبط. سوف ننتقل الان الى الهاتف لاريكم طريقة التي سمر بكل سهولة ويسر. نعم الان سوف نقوم باعادة تشغيل الهاتف حتى يتمكننا من ادخال الارقام لفتح الشبكة. نعم الان سوف نقوم باعادة تشغيل الهاتف وننتظر الى حين ان يطلب منا ادخال الارقام السري لفتح الشبكة. وبذلك سوف نتمكن من انفتح الشبكة بطريقة جد سهلة وامنة. نعم الان بعد ادخال القود بين للبطاقة. نعم سوف اه اتاكد من الكود بين. نعم هو تمانية وعشرين صافر صافر. اوكي. من هنا سوف اه يطلب لنا الارقام التي سوف اه ندخلها الان. كما رأيتم. نعم وهكذا نضغط على كما ترون. نتم فتح الشبكة بنجاح. والان سوف ننتظر الى حين كما ترون. الشبكة الان اتت. والهاتف يعمل جيدا بدون اي مشاكل. سوف نقوم باتصال لكي نتأكد ان الشبكة تم فتحها بنجاح مئة على مئة. اه نقوم باتصال ب اه خمسمائة وخمسة خمسون. كما ترون هذا المشكل سوف نناقشه في اه درس لاحق. انك تضغط وتقوم بتكبير الارقام. سوف احلو هذا المشكل ان شاء الله في درس لاحق. نعم كما ترون اه تم الاتصال. الان المكالمة في طور الانجاز. نعم كما ترون يمر الوقت. ارجو ان اكون قد وفقت في شرح هذا الدرس. لا تنسونا بدعائكم واشتراككم في القناة. دمتم في احسن حال. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اشتركوا في القناة.